أكثر من مئة يوم مرت على انطلاق ثورة تشرين وما تزال قوافل شهدائها تترى الإحصائية غير رسمية تشير إلى أن الحصيلة تتجاوز ثمانية مئة شهيد وأكثر من خمسة وعشرين ألف جريح ولا تزال أعمال العنف والاغتيالات والاختطاف والإخفاء متواصلة أجهزة حكومية مختلفة متورطة ومسؤولة عن الاغتيالات أبرزها جهاز الأمن الوطني الذي يديره فالح الفياض وميليشيات مسلحة منضوية في هيئة ميليشيات الحجد التي يديرها الفياض أيضا وتعمل على وفق الأجندة الإيرانية الملاحقات بالقتل والإخفاء تستهرف غالبا رموز التظاهرات والناشطين الفاعلين والمؤثرين سواء في الساحات أو عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبحسب مصادر بصفوف المتظاهرين وأخرى من وزارة الصحة فإن أصحاب الشهدات يقفون في المرتبة الأولى من حيث ضحايا القمع الحكومي يأتي بعدهم طلبة الكليات والمدارس ثم الناشطون والمدونون والصحفيون والشعراء ثم يأتي شبان العطلون عن العمل وأصحاب الأعمال الحرة وزارة الصحة تعتمد في تقديرها بناء على شخدات الوفاة وبالتالي فهي لا تعلن الأعداد الحقيقية بالنظر إلى أن عشرات المتظاهرين تم اختطافهم وتصفيتهم ولم يعثر على جثثهم بعد بينما لا يزال العشرات مفقودين بعد مرور أكثر من شغرين على اختفائهم رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان أرشد الصالحي أكد أن مكتب رئيس الوزراء أمر منذ بداية التظاهرات في البلاد وزارتي الصحة والداخلية بعدم الإفساح عن الأرقام الحقيقية لضحايا التظاهرات من أجل منع تدخل الدولية كما أن الأوامر العسكرية والقضائية الرسمية بشأن ملاحقة المتورطين بقتل المتظاهرين ظلت حبرا على ورق وبالرغم من فشل عمليات القمع والاختطاف والاغتيال في إرجاع المعتصمين إلى منازلهم إلا أن عصابات الغدر مستمرة بعملياتها ظنن منها أنها بذلك تقضي على التظاهرات لكن المشاكل القادمة من ساحات التظاهر تروي صور البطول والفداء لتخلد أولئك الذين قدموا دماءهم لاستعالة وطنهم من براثن القتلة والفاسدين